كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسمى العقلات اليوم راح نحكي عن البيتكوين مناطق مهمة لازم نركز عليها ايضا راح نحكي عن البيتكوين على فريم الاسبوعي ايضا راح احكي اصدقاء عن كيفية تعامل بالنسبة للاشخاص يلي خارج السوق تماما هل من الحكمة الدخول حاليا او انتظار مناطق افضل وشو الاستراتيجية اللي بيشتغل فيها اذا كنت خارج السوق وفاتني ارتفاع كل هذا راح نقشه بالفيديو اذا اول مرة تشوفني اتمنى منك تشترك بالقناة فعزر الجرس حتى يوصلك كل جديد ايضا تتركنا تعليق بحسابنا على تويتر ينعمل فيه مسابقات يومية المنصة اللي بيستعملها تداول البيتكوين تداول الاسيريوم مضاربات طبعا اصدقاء وليس استثمار بالمضاربات بيستعملها بالبيتكوين الفوريكس الاسيريوم كافة الاسهم ايضا مؤشرات الامريكية بيستعمل منصة اكسينس منصة رائعة جدا التداول توفر حسابات اسلامية للسحب والاداعة جدا سهل فيها اذا حاجت تدخل مجموعتنا التوصيات بشكل مجاني تماما تقدر تنضم عن طريق رابط احالتنا بالوصف وبأول تعليق بعدها ترسلني تعطيني رقم حسابك هذا ورح يتم اضافتك بشكل مجاني خلينا نتقل للتفاصيل بالموجة الحالية للصعود اصدقاء من بداية مناطق ال 27000 للمناطق الحالية كانت بتسود حالة عدم اليقين داخل سوق العملات الرقمية يعني مع اول وصول البيتكوين لمنطقة معينة بنسمع كلام عن مناطق ال 18000 عن مناطق ال 20000 عن مناطق ال 23000 بالنسبة للتصحيح وهذا كان واضح على كتير من المتداولين حالة عدم يقين داخل الاسواق انا من الاشخاص حتى لو كنت متأكد انه هاي نقطة انعكاس ما بطلع من السوق بشكل كامل بخلي معي كاش بخلي معي عملات عندي عملات انا هدفي فيها 5 اكس وعندي عملات هدفي فيها بيتروح من 50 لل40 بالمية ايما تماقتلعت بالهدف بطلع وعندي عملات انا اهداف مضاربية لا تتجاوز هدفها 10 بالمية هوني على حسب هدفي على حسب هدفي بحدد انا العملات اللي بدي بيعها عند اي منطقة كانت بالنسبة للبيتكوين الخروج بشكل كامل من السوق حتى لو كنت متأكد انه هاي نقطة انعكاس انا بشوفه امر خطأ حب انا دايما يكون عندي مركز مفتوح داخل سوق العملات الرقمية عملة مستثمرة انا واضعة هدف بعيد بالنسبة للاشخاص يلي اتخذوا قرار الخروج من سوق العملات الرقمية بنصحهم انا الانتظار انتظار تصحيح مقنع امر مجبر تلتزم فيه يعني غير معقول بعد ارتفاع البيتكوين هالارتفاع الكبير هذا انك تدخل بالسوق مخاطرة جدا كبيرة على محفظتك مهم جدا تنتظر تصحيح والتصحيح هذا بتمنى انا تستغله بالعملات البديلة يعني بتمنى انا تروح على الكون ماركت كام وترتب العملات على حسب تغير اخر 7 ايام العملات اللي مرتفعة اخر 7 ايام هدول بتبتعد عنها بتشوف العملات يلي ما لم ارتفعها اخر 7 ايام العملات اللي فاتة الارتفاع لاحظ عملة لونة كلاسيك حكيت انا عنها بالسابق بمجموعة التليجرام تقريبا من 12 يوم حكيت من 12 يوم على عملة لونة كلاسيك انه راقب هاي العملة فيها فرص مضاربة جيدة لاحظ ايما تنفجرت انفجرت تقريبا من ساعتين العملة وعطتنا تقريبا اكتر من 23% ربح اذا هاي العملة كانت متأخرة بالصعود وبالفعل صعدت عملة جيدة المضاربة انا ما بنصح فيها الاستثمار اذا اصدقاء شوف اخر 7 ايام التغير يلي صار على العملات لاحظ عملة tnear protocol انا بحثت عنها واشفتها اخر 7 ايام ما حاصلي على مكاسب حللتها واشفت ان افضل منطقة للدخول بعملة tnear protocol ال 1.20 سنت venoit η حال وصلت العملة لل 1.20 سنت اعتقد انه هي فرصة جيدة للدخول العملة مع مراقبة الارتداد من المراقبة ترجع الى المنطقة فإذا أنا راح أخط تنبيه أول ما وصلت عملي للدولار 20 سنت يعطيني تنبيه هيك راح تتعامل إذا أنت خارج السوق تماما توضع أهداف دخول بعملات على مراحل طبعا مرحلة يقولي بالدولار 20 سنت مرحلة ثانية في حال عكس السعر أو إذا أنت بتدخل مضاربة بستو بلوز لا يتعدى مثلا الـ 3% الـ 2% حسب إدارتك الرأسمالك وحسب طريقة عملك لكن المهم صديقي بالنسبة للبيتكوين البيتكوين ارتفع بشكل كبير جدا ما بنصح بالدخول حاليا قبل رؤية تصحيح بالنسبة لأشخاص خارج السوق تماما إذا بتتذكروا أصدقاء معقولة شمعة الاختراق لهالنموذج أول ما تشكل عنها النموذج حكيت بفيديو خلينا نشوف شو هو الفيديو يلي حكيت عنه بالنسبة للبيتكوين هذا الفيديو صديقي حكيت أنه في حركة كبيرة بالنسبة للبيتكوين باقي 48 ساعة والحمد لله حدثت الحركة وأول شمعة الاختراق إذا بتتذكروا أول شمعة الاختراق عملت فيديو بعنوان البيتكوين يخترق الآن وحكيت لكم راقب أقفال شمعة الأربع ساعة والحمد لله شمعة الأربع ساعة أقفلت أن أعلى هالنموذج إعادة اختبار ناجحة انطلاق إذن الأشخاص يلي متابعيني كلهم دخولهم بهالمناطق مع الاختراق راح ننتظر أما تشكل نموذج في المنطقة هاي أو العودة للتصحيح شو هي مناطق تصحيح المستهدفة بالنسبة للبيتكوين لاحظ المنطقة القوية هي على فريم الساعة اللي اختبرناها يوم أمس بسرعة اختبرناها تتمثل بمناطق 35500 المنطقة هي بتنتد من 35500 لل 35000 ليش لل 35000 أصدقاء بيتركز موفينج الميتين على فريم الأربع ساعات عند مناطق 35000 تقريبا 35300 راح يتحرك مع مرور الوقت أيضا إذا منشوف التريند الصاعد راح يتلاقى مع مناطق تقريبا 35000 مناطق 35000 مهمة ليش عليك الحذر صديقي إذا منشوف البيتكوين على فريم الثلاثة أيام وصلنا لأعلى القناة أعلى القناة أيضا عنا مقاومة أسبوعية ومقاومة يومية مهمة جدا هي مناطق 37600 37600 أعلى القناة بالنسبة للبيتكوين ممكن نشوف تصحيح لمنتصف القناة يلي راح يكون عند مناطق الـ 34000 وفي حال قررنا زيارة أسفل القناة راح يكون مناطق الـ 31000 إلى الآن ما في أي إشارات سلبية على البيتكوين إلى الآن لحد الآن الأمور إيجابية لكن من الأفضل ومن الحكمة أنك تنتظر تصحيح بمناطق 37300 حاليا البيتكوين أثناء تسجيل هذا الفيديو 37300 أتوقع المنطقة الحالية منطقة 38000 للـ 37600 منطقة قوية ممكن من عندها يحدث ردة فعل للأسفل إذا منشوف البيتكوين أصدقاء على الفريم الأسبوعي بدنا أقفال قوي أعلى هالمنطقة هاي وتداول أعلى هالمنطقة هاي حتى نحكي عن هدف قادم للبيتكوين ممكن يمتد لمناطق 43000 43000 للـ 41500 هذا ممكن يكون هدف قادم للبيتكوين على الفريم الأسبوعي في حال أثبتنا قوة أعلى هالمنطقة هاي بدنا نشوف قوة أعلى هالمنطقة هاي حتى نحكي عن استمرار الصعود إن شاء الله شو سبب الصعود بالفترة الماضية بالنسبة للبيتكوين سبب الصعود أصدقاء بسبب كسر الحديث عن صندوق الـ ETF في سبوت صندوق الـ ETF في سبوت وأطلاقه أصبح شبه مؤكد بالشهر الأول من سنة 2024 طبعا فيه مرحلتين لأطلاق صندوق الـ ETF في سبوت الموافقة على مرحلتين أول مرحلة هي 19B4 19B4 من المتوقع هيئة الأوراق المالية تعطينا جواب على قبولة الأسبوع هذا معنى وقت لـ 17 بالشهر هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية S1 المرحلة هي من المتوقع صدور أيضا الموافقة الشهر الأول من 2024 وأيضا المرحلة الثانية من المتوقع تكون بشهر واحد إذن أصدقاء من أهم أسباب الصعود هو صندوق الـ ETF سبوت الخاص بـ BlackRock دائما أصدقاء الموعد السابت يلي يتفائل فيه السوق ويلي يكون سبب بصعود السوق مع اقتراب هالموعد هذا لازم تكون أنت أخذ حزرك ممكن تكون فرصة للحيتان حتى يقوموا بالتفريق وتدخل أنت بعملة ويكون أحد أهم أهدافك هو أنت تحصل على رأس مالك وتجيب دخولك بالعملة مشان هيك الدخول بحزر جدا كبير حاليا نحن عم نحكي بمناطق 37300 الحزر جدا كبير ترقب تصحيح أما من هالمناطق أو من مناطق 38000 أمر مهم جدا أصدقاء هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى لإعجابكم خلينا نتقل للتويتر حتى نشوف أسماء الرابحين مسابقاتنا يوم أمس هذا هو المنشور أصدقاء يلي رح نعمل عليه السحب رح ناخد رابط الفيديو ونتوجه للموقع يلي منسحب منه اسم الرابح بالريتويت الخاص بمنشور يوم أمس شكرا جدا لتفاعلكم أصدقاء وشكرا جدا تفاعل كل ما لعب يزيد على حسابنا على تويتر وهذا دليل لسيقتكم بالقناة خلينا نشوف ونفلتر ريتويت عنا تقريبا رح يفلترنا حاليا ريتويت حتى ناخد اسم الرابح أي شخص بيطلع اسمه أصدقاء أتمنى يتواصل معي على تليجرام حتى يستريم جائزته أما جائزة مالية بتكون أو اشتراك شهر بخدماتنا المدفوعة هذا هو اسم الرابح أصدقاء شكرا جدا لعلكم إلى اللقاء